بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس مادة الدراسات البلاغية والنقدية كنا قد تحدثنا في درس الماضي عن الخبر والإنشاء وعرفنا أن الخبر هو ما يحتمل الصدقة أو الكذب لذاته وعرفنا أن الإنشاء هو الذي لا يمكن الحكم عليه لا بصدق ولا بكذب وهو أنواع الاستفهام والتمني والنداء والنهي والأمر وغيرها من الأنوار التي عرفناها وذكرناها وعرفنا أيضا أن الكتاب المنهج بشكل عام ينقسم من قسمين قسم الأول فيه يتحدث فيه على دراسات بلاغية وقسم الثاني يكون فيه الحديث عن الدراسات النقدية التي سنأتي إليه بإذن الله وذكرنا في درس الماضي الخبر والإنشاء وعرفنا أيضا أن البلاغة تنقسم في ثلاثة علوم أو ثلاثة علوم هي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وبدأنا بعلم المعاني وعرفنا أن علم المعاني فيه الفرق بين المعنى الدقيق إنما أنت الكاتب وإنما الكاتب أنت وعرفنا أيضا أنواع علم المعاني وذكرنا منه الخبر والإنشاء اليوم نستكمل الحديث عن علم المعاني أو الحديث عن ذلك ونحديث فيه عن أضرب الخبر عن أضرب الخبر وإيضا بعض التدريبات التي تعلق بهذا الدرس وشاركوني بتخديمي هذا الدرس في لغتي الإشارة الأستاذ محمد القبيشي نحن في الوحدة الأولى في دراسات بلاغية والقسم الأول من الكتاب الذي هو يتحدث فيه عن دراسات بلاغية وكما عرفنا أن الكتاب ينقسم من قسمين قسم يتحدث فيه عن دراسات بلاغية وقسم الثاني سنأتي إليه بإذن الله يتحدث فيه عن دراسات النقدية ما زلنا في موضوع الثاني من مباحث علم المعاني الذي يتحدث يتعلق بالخبر والإنشاء وعلم المعاني هو العلم الذي يهتم بأحوال تركيب الكلام كما قلنا أحوال تركيب الكلام هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك إذن الدخول ومشاهدة هذا الدرس ثالثا أضرب الخبر وصلنا إلى ثالثا أضرب الخبر وأضرب الخبر أيضا هذا هو رابط الدرس بإمكانك إذن الدخول ومشاهدة هذا الدرس أردت أن تخبر ثلاثة من زملائك ولاحظ هنا أضرب الخبر أردت أن تخبر ثلاثة من زملائك بنجاحهم في الامتحان وكان الأول واثقا من نجاحه في حين كان الثاني شاكا في نجاحه أما الثالث فقد كان متأكدا من أنه لإهماله لم ينجح لاحظ ثلاثة الأول واثق أنه ناجح والثاني عنده شك أما الثالث متأكد أنه لم ينجح لأنه مهمل فهل ستستخدم العبارة نفسها في مخاطبتها أو لا معنى أن هل تتحدث معهم هؤلاء الثلاثة بنفس العبارة بالتأكيد أنك لن تتحدث معهم بنفس العبارة أعتقد أنك ستقول للأول عبارة مثل نجحت في الامتحان لاحظ نجحت في الامتحان وستقول للثاني إنك ناجح في الامتحان طبعا الأولى نجحت في الامتحان هو واثق أصلا من نجاحه فأنت تقول له نجحت في الامتحان تخبره فقط بنجاحه لأنه واثق ويدرك أنه قد نجح لكنك تعطيه هذا الخبر وتقول نجحت في الامتحان الثاني كان شاكاً في نجاحه متردد فماذا تقول؟ تقول له إنك ناجح في الامتحان يعني تؤكد هذا ما يسمى بأضرب الخبر أو تؤكد المعنى إنك ناجح في الامتحان وإنك هنا تؤكد المعنى أو زياد التأكيد في حين الثالث هنا الثالث متأكد بأنه لم ينجح أصلاً لأنه لإهماله فهو يعني موقن بعدم نجاحه فماذا ستفعل حتى تقنعه بأنه نجح؟ فهنا تحتاج إلى زيادة تأكيد تحتاج إلى زيادة تأكيد للثالث فتقول والله لقد نجحت في الامتحان يعني هنا القسم هنا أيضاً تحتاج إلى ذلك وهذا معنى زيادة تأكيد لأنه منكر النجاحه ولم ينجح فأنت هنا تؤكد له المعنى أكثر ولهذا مستند في لغتنا ولهذا مستند في لغتنا فقد روية أن الكندي قال لأبي العباس ثعلب إني لأجد في كلام العربي حشواً يعني الكندي صار بينهم أو كلهم علماء اللغة صار بينهم كلام يقول كلام ما ندعي يعني إنه حشو لماذا أن نكرر الكلام أو يكون في اللغة حشو فهو ذكر ذلك فقال أبي العباس في أي موضع وجدت ذلك قال الكندي أجد العربة يقولون عبد الله قائم ثم يقولون إن عبد الله قائم ثم يقولون إن عبد الله لقائم فالألفاظ متكررة والمعنى واحد يعني أن الكلام تكرر والمعنى ثابت فقال أبو العباس بل المعاني مختلفة بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ يعني معنى أنه زيادة في المبنى كما يقولون زيادة في المعنى فقولهن عبد الله قائم عبد الله قائم إخبار عن قيامه وقولهم إن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل وقولهم إن عبد الله قائم هنا جواب عن إنكار منكر لقيامه فهنا زيادة تأكيد هنا زيادة تأكيد جميل هنا نشاط أنت رجل أعمال تود أن تقنع ثلاثة من شركائك ثلاثة من شركائك بجدوى مشروع هنا مشروع من المشاريع تريد أن تقنعهم بهذا المشروع وقد علمت أن الأول يرى عكس رأيك الأول يرى العكس وأن الثاني يوافقك تماما وأن الثالث متردد بين الرأيين معنى أنه لم يثبت على رأيين واحد خاطب كل من هؤلاء بجملة تناسب حاله الأول يرى العكس يعني منكر والثاني يوافق والثالث متردد كيف تخاطب ذلك وكيف تقنعهم بهذا المشروع وهنا أيضا تخاطب الثلاثة بما ذكرنا سابقا يقول مثلا للخالي نجحت في الامتحان هنا لمن يوافق ولمتردد للشاك هنا تؤكد بمؤكد واحد أما للمنكر فإنك تأتي بأكثر من مؤكد هنا نقول مثلا في هذا النشاط لاحظ والله إن هذا المشروع لناجح جدا هذا للمنكر أو لمن يرى عكس فأنت تقول تقسم له أن هذا المشروع ناجح حتى تقنعه بهذا المشروع فتأتي له بأكثر من مؤكد والله إن القسم وإن هذا المشروع لناجح ولاحظ هنا اللام كذلك أما من يوافقك تماما تقول هذا مشروع ناجح ما يحتاج إلى تأكيد أكثر وإنما فقط تخبره به بأن هذا المشروع ناجح أما المتردد فأنت تأتيه بمؤكد تقول إن هذا المشروع ناجح إن هذا المشروع ناجح وهذا أيضا يحتاج إلى مؤكد واحد فقط المتردد أما المنكر فأنت تأتي له بأكثر من مؤكد وهذا ما يسمى بأضرب الخبر جميل إن البلاغة العربية كما أسلفنا تعنى بمراعاة مختضى الحال يعني حال السامعين وهذه هي البلاغة أنك لا بد أن تراعي حال السامعين ولا شك أن من مراعاته أن تستخدم في كل حالة من حالات مخاطب ما يناسبه من العبارات والألفاظ فتلقي الخبر خاليا من أدوات التوكيد حين تعلم من حاله أنه لا يعارض أو يخالف مضمونة وتلقي الخبر مؤكدا بمؤكد واحد حين تعلم أنه يشك في مضمونه أو يتردد في قبوله وأما حين تعلم أنه ينكر هذا المضمون أو مضمونه فأنت بحاجة إلى تأكيد الخبر بأكثر من مؤكد إذن تعطي الخبر مباشرة للخالي الذهن أما للمتردد أو الشاك فتؤكد بمؤكد أما للمنكر فأنت تحتاج إلى أكثر من مؤكد لأجل ذلك الخلاصة للخبر ثلاثة أضرب للخبر ثلاثة أضرب يعني ضرب أضرب أضرب الخبر وأنواع الخبر للابتدائي وهذا لخالي الذهن لخالي الذهن يلقي الكلام فيه من غير أي مؤكد وذلك حين يكون مخاطب خالي الذهن معنى أنه ليس شاكا ولا منكرا وإنما موافقا لكلامك فمن موضوعه أو غير متردد في قبوله ولا منكر له طلبي يلقي الكلام فيه مؤكد وهذا الشاك أو المتردد فيلقى الكلام فيه بمؤكد واحد وذلك حين يتردد المخاطب في قبوله أو يشك في صحته وحصوله النوع الثالث إنكاري يلقى الكلام فيه وهذا للمتردد هذا للمنكر عفواً إنكاري للمنكر أو للرافض لهذا القول فحتى تقنعه فيلقى الكلام فيه بأكثر من مؤكد وذلك حين ينكر المقاطب مضمونة ويزداد عدد أدوات تأكيد مع زيادة الإنكار وشدته بحسب الإنكار وبحسب يعني لما ذكرنا للمهمل وكيف أن المهمل يعني في ذهنه أنه مستحيل أن ينجح وقد نجح فأنت تريد أن تؤكد له تقول والله إنك لناجح فأنت تأتي بأكثر من مؤكد لأنه يعني في ذهنه أنه لا يمكن أن يحصل ذلك ومن أدوات التوكيد إن وأن ولام التوكيد والقسم وقد الداخل على الفعل الماضي وإنما ونون التوكيد ونون التوكيد وهذه خلاصة أضرب الخبر الذي يأتي بجدائي ويأتي طلبي ويأتي إنكاري جميل تدريبات وهنا التدريبات هي التي تتضح فيها أكثر وحتى نفهم منها أكثر كيف أن الخبر يأتي على ثلاثة أضرب لخالي الذهن ولمتردد ولمنكر أولا قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم أن إنا إليكم لمرسلون هذا أصحاب القرية كيف أنهم كلما أرسل الله سبحانه وتعالى لهم رسل هنا يقول اشرح معنى الآيات ما معنى الآية؟ هنا في أصحاب الآية طبعا أرسل الله لأهل أنطاكي رسولين ثم زادهم ثالثا ثم زادهم ثالثا ولكنهم أصروا على الكفر والعناد معنى أن أرسل الله سبحانه وتعالى لهم رسول ثم رسول آخر ثم زادهم برسول ثالث لكنهم أنكروا ذلك وكذبوا الرسل بالدعاء من الله لا يرسل بشرا مثلهم ولكن الرسل أكدوا ذلك بقولهم فالرسل أكدوا نقول إنا إليكم لمرسلون قالوا ربنا يعلموا إنا إليكم لمرسلون هنا أيضا حتى يؤكدوا لهم أنه رسل من الله عز وجل ما الفرق بين الآيتين في قوله تعالى على لسان القوم إنا إليكم مرسلون وقوله ربنا يعلموا إنا إليكم لمرسلون ما الفرق في لاحظ إنا إليكم مرسلون وقوله ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ما الفرق بين أدوات التوكيد هنا وكيف أن الأولى طبعا هي في الآية الأولى هنا إنا إليكم إذ جاء المرسلون إنا إرسلنا إليهم اثنين فقالوا إنا إليكم مرسلون في الآية الأولى اثنين ثم لما جاء الثالث قالوا الثلاثة إنا إليكم لمرسلون نمرسلون وهذا الباء بعد شرح ذلك فالمرفر بين الآيتين في قوله تعالى أحسنتم هنا في الآية الأولى بها مؤكد واحد فقط في الآية الأولى بها مؤكد واحد وذلك إن المخاطب يشك في القبول أما الآية الثانية فاجتملت لما ذكر التكذيب وصار هناك الإنكار فاجتملت على أكثر مؤكد وذلك إن المخاطب منكر إنا إليكم لمرسلون فاللام هنا وإنا أيضا هنا زيادة تأكيد زيادة تأكيد إثنان هنا عبر عن كل مما يأتي بجملة من إنشائك تناسب حال المخاطب هذه أمثلة هنا استذكرها لمخاطب خالية الذهن بدون مؤكد ومخاطب متردد ومخاطب منكر ومخاطب منكر وسنذكرها بإمكانك كذا أن تستعاون أنت وزملائك وأن تأتي بذلك في فوائد امتحانات شفهية وتعلم التقنية الحديثة وأهمية الكتاب المقروء وفائدة البلاغة والتزام الذوق وكذلك الحرص على التعلم الذاتي الحرص على التعلم الذاتي فتقول هنا في فوائد امتحانات شفهية الامتحانات الشفهية مفيدة هذا لي خالي الذهن الذي لا ينكر ولا يتردد وإنما فقط تعطيه معلومة للمتردد فتأتي بكم مؤكد جميل للمتردد تأتي بمؤكد لمؤكد واحد تقول مثلا الامتحانات إن الامتحانات الشفهية مفيدة إن الامتحانات الشفهية مفيدة أما للمنكر فتأتي بأكثر من مؤكد وبحسب الإنكار يزيد عدد التأكيد فتقول هنا والله إن الامتحانات الشفهية مفيدة وهنا والله وإن واللم لمفيدة كذلك تعلم التقنية الحديثة تقول تعلم التقنية الحديثة ولاحظ هنا مخاطب خالي الذهن ومخاطب متردد ومخاطب منكر فخالي الذهن تعطيه معلومة مباشرة أما متردد فتأتي بمؤكد واحد أما للمنكر فتأتي بأكثر من مؤكد فتقول مثلا تعلم التقنية الحديثة ضروري هذا لخالي الذهن تعطيه فقط المعلومة أو الخبر أما المتردد فتقول إن تعلم التقنية الحديثة ضروري هنا أتينا بإن مثلا أما المنكر فتقول والله لتعلم التقنية الحديثة ضروري وهنا اللام كذلك ليكثر من مؤكد كذلك أهمية الكتاب المقروء نقول الكتاب المقروء نافع والمتردد تقول إن الكتاب المقروء نافع تأتي بمؤكد واحد أما للمنكر فبإمكانك أن تأتي بأكثر من مؤكفة تقول إن الكتاب المقروء لا نافع فاللام هنا كذلك فاعدة البلاغة نقول البلاغة مفيدة للشعراء أما المتردد نقول إن البلاغة مفيدة للشعراء أما المنكر والله إن البلاغة لمفيدة التزام الذوق وهكذا فالتزام الذوق مثلا نقول التزام الذوق ضروري أما للمتردد نقول إن التزام الذوق ضروري للمنكر والله إن التزام الذوق لضروري مثلا ونقول احرص على تعلمك بنفسك في الحرص على التعلم الذاتي والمتردد نقول إن تعلمك بنفسك ينفعك والمنكر وتقول والله إن تعلمك بنفسك ينفعك وهكذا إذن تأتي المخاطب خالي الذهن وللمتردد ولي المنكر هنا ثالثا يقول حدد جمع الخبرية فيما يأتي مبينة درجة التأكيد فيها وهنا ذكرنا أيضا مباشرة درجة التأكيد وأدوات التأكيد في الجمع المؤكدة ومنها سبب التأكيد قال تعالى آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون قال تعالى إن الله بالناس لرؤوفه الرحيم عن تميم الداري رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام وعلى خمس طبعا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية أو المرتبة الثالثة المرتبة الأولى المقصود بها المؤكد خالي الذهن والمرتبة الثانية المتردد والمرتبة الثالثة المنكر لذلك وها تأتي بأكثر من مؤكد هنا خالية الذهن كلها الدين ونصيحة بني إسلام على خمس وهنا كلها لدرجة التأكيد في المرتبة الأولى كذلك آمن الرسول بما أنزل ليه من ربيه المؤمنون أما تقول إن الله بالناس لرؤوف رحيم هنا في المرتبة الثالثة لأن هنا إن وأيضاً لام إن واللام فلاحظ هنا إن واللام هنا أيضاً أتت أكثر من مؤكد هنا للمنكر هنا طبعاً في الأولى في درجة التأكيد هنا لا يوجد درجة التأكيد وهنا خالية الذهن آمن الرسول وكما ذكرنا إن الله بالناس وهنا في المرتبة الثالثة وهنا إن واللام والمخاطب أيضاً هنا منكر أما في قوله الدين النصيحة هنا لا يوجد فيها وإنما فقط أتت لخالية الذهن وكما ذكرنا أيضاً في الأولى أن هنا بني إسلام على خمس أيضاً لخالية الذهن قال أبو العلاء المعري وإني وإن كنت الأخير زمانه لآتم بما لم تستطعه الأوائل ما درجة التأكيد؟ جميل أحسنتم هنا خبرية الجملة الخبرية وإني وإن كنت الأخير زمانه لآتم وإني وإن كنت الأخيرة وهنا درجة التأكيد في مرتبة الثالثة طبعاً هو يذكر ذلك لأنه ذكر أكثر المؤكد إن ولام التوكيد وإني وإن كنت الأخيرة لآتم بما لم تستطعه الأوائل فإن ولام توكيد فما زاد عن مؤكد هنا تكون في الدرجة الثالثة للمنكر كذلك هنا إنكار المخاطب الخبر قال السري الرفاء إن البناء إذا منهد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد باقيها أين التأكيد؟ نقول جميل الخبرية هنا أيضاً إن البناء إذا منهد جانبه إن البناء إذا منهد جانبه هنا درجة التأكيد هنا تقول بالمرتبة الثانية يعني يأتي لي المتردد أو الشاك المتردد أو الشاك وهنا إن فقط ذكرت أو إن أتى بإن هنا للمتردد أو للشاك هنا تردد المخاطب في قبل الخبر قال دعب الخزاعي ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم الله يعلم أني لم أقل فندى إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحد وهنا الجملة الحديث فيها هنا الله يعلم أني لم أقل فندى يعني أقول كذب في المرتبة الثالثة في المرتبة الثالثة هنا دليل أن وكذلك هنا تردد المخاطب في قوله إني لأفتح عيني حين أفتحها هذه في المرتبة كذلك الثالثة إن ولام إني على كثير ولكن لا أرى أحد وهذا توقع إنكار المخاطب قال أبو العتاهية ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس وهنا أيضا أتى بمؤكد إن السفينة في الجملة الخبرية طبعاً إن السفينة لا تجري على اليبسي وهنا أتى بمؤكد مرتبة ثانية طبعاً للشاك لأن هنا ذكر إن ذكر إن إن السفينة لا تجري على اليبسي هنا تردد المخاطب وشكي في ذلك حول الجمل المؤكدة هنا إلى جمل غير مؤكدة والجمل غير مؤكدة إلى جمل مؤكدة بدرجات مختلفة مع تحديد من تصرح له كل درجة من درجات التأكيد وعرفنا أيضاً أن بدون تأكيد لخالي الذهن وأن مؤكد واحد للمتردد أو الشاك وأكثر من مؤكد للمنكر إن لكم لناصحون هنا جملة أتت بأكثر من مؤكد إن واللام فهنا تأتي بجملة تقول المؤمنون لكم ناصحون المؤمنون لكم ناصحون بدون تأكيد وهذه لخالي الذهن وهنا طبعاً لخالي الذهن آفت الأخبار رواتها هنا أيضاً أتت جملة لبدون تأكيد هم من تأتي بتأكيد أو من المؤكد للمنكر والله إن آفة الأخبار رواتها هنا للمنكر والله اللي تسألون عما تعملون هنا جملة فيها أكثر من مؤكد للمنكر بإمكانك أن تأتي مثلا الله سيسألكم عما كنتم تعملون لجملة لخالي الذهن أو للشاك إن الله سيسألكم هذا تكون للشاك إن مع العجلة الندامة هنا لخالي الذهن هذا رأي صحيح وهي جملة أيضا لخالي الذهن تقول إن هذا رأي صحيح تأتي للشاك أو المتردد في قبول الخبر علمت بشراء أخيك الأكبر منزلا جديدا في أحد الأحياء الراقية لاحظ ردود أفعال إخوتك آخرين حيال إخباري كل واحد منهم بذلك ثم اذكر الأسلوب الذي سوف تتبعه لإخباره من يرى أن شراء أخيه لمنزل جديد أمر متوقع وغير مستغرب ماذا تقول له ومن يشك في إمكانية الأخ الأكبر أو شراء الأخ الأكبر ذلك ومن يتوقع عدم استطاعته وهذا منكر شراء الأخ لأنه حسب رأيه لا يملك مالا لذلك لخالي الذهن يقول شراء أخي منزلا جديدا هذا لخالي الذهن أما لي للشاك تقول إن أخي فتأتي بمؤكد إن أخي الأكبر شراء منزلا جديدا أما لي للمنكر أو من يتوقع عدم استطاعت أخيه أن يشتري هذا المنزل أو يشريه قال والله لقد شراء أخي منزلا جديدا وهنا تأتي بالقسم وأيضا قد واللام هنا سمعت بخبر رؤية الهلال شوال وحلو يعد في هذا أنت قال من يرى أن رؤية الهلال ممكنة ومن يرى أو من يشك في ذلك ومن يعرف أن من أحوال القمر ومنازل أنه لا يمكن أو مستحيل في ذلك وهذا ستأتي به لثلاث أحوال مثلا الأولى من يرى أنها ممكنة تقول رأيته الهلال من يشك في ذلك تقول إني فتأتي به مؤكد واحد فقط إني رأيته الهلال ومن ينكر والله لقد رأيته الهلال وهنا تأتي بأكثر من مؤكد هنا أكد كل جملة من هذه الجمل بما يمكنك من أدوات الإسلام يدعو الاتزام بحسن الخلق ماذا تقول؟ تقول مثلا والله إن الإسلام يدعو بأكثر من مؤكد إلا الاتزام بحسن الخلق كذلك حث القرآن الكريم على التفكر في مظاهر الكون هنا والله لقد حث القرآن الكريم على التفكر في مظاهر الكون وهنا عرفنا أيضا أن أضرب الخبر ثلاثة يأتي لخالي الذهن ويأتي للمتردد ويأتي للمنكر فخالي الذهن تأتي خبر مباشرة أما للشاك أو المتردد فتأتي بمؤكد واحد أما للمنكر أو الخطاب ما يسمى بالخبر الإنكاري فتأتي بأكثر من مؤكد هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين